اشتركوا في القناة نرحب بك معنا سعادة النائب في نشرة الثامنة ولو تطلعنا على ابرز ما جاء في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي وما تم استعراضه من قبل سعادتكم خلال اجتماع اللجنة بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم على هذه الاستضافة وبمناسبة العياد الوطنية المملكة البحرين استغل هذه الفرصة لأرفع اسم آيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر آملين أن تستمر لعياد والإنجازات في مملكة البحرين وأن تنعم مملكة البحرين بالأمن والأمان في ظل حكم سيدي جلالة الملك وبالنسبة لاجتماعات لجت الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان في البرلمان العربي فقد تم مناقشة مجموعة من النقاط الموجودة على جدوى الأعمال أهمها اعتماد خطة العمل لدور العقاد الحالي ومناقشة مشروع استرشادي بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي خصوصا في ظل التطورات السياسية التي قاعدت عيشها المنطقة العربية وتأدي إلى هجرة العديد من سكان الوطن العربي إلى مناطق أكثر أمانا بالإضافة إلى تقديم رؤية لحماية الرموز الدينية والمعتقدات الدينية وحضر الإساءة إليها في العالم العربي وتم أيضا مناقشة في مجال حقوق الإنسان الحالة حقوق الإنسان لعام 2024 وتم تقديم رؤية عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خصوصا في ظل الأنظمة الجديدة التي استحدثتها وزارة الداخلية مثل نظام السجون المفتوحة والعقوبات البديلة بالإضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمرصد العربي لحقوق الإنسان أخيرا في بند ما يستجد على جدوى الأعمال تم مناقشة استضافة مملكة البحرين لحوار المنامة 2024 التي استضافته المملكة برعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء وبحضور شخصيات دولية متعددة لها دورها وكفاءتها وفعليتها على المستوى الدولي وأشهاده فعلا بهذه الاستضافة والمخرجات ولذلك في لجنة الشيون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تم الإشهادة بهذه المخرجات وهذه الاستضافة كان معنا من القاهرة سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر